لكنهم لا يتساعدون يبدو المرض مزمن لا لما بتنام بتصحى أحسن فبتاخد وقت أطول بعد كده مع الوقت يبدأ التساعدة بتاع العضلات من النوم الموضوع مش أحسن حاجة يعني مثلا نفترض أنها في أول المرض بتنام تصحى تقعد لها أربع ساعات كويسة وبعدين يبدأ العضلات تضعف وتبدأ جفنها يسقط تمام؟ بعد شوية تقعد لها ساعتين وبعدين جفنها يسقط بعد شوية تصحى من النوم كويسة تقعد لها ساعة وجفنها يسقط فهم اللي أنا عايز أقوله لأنه المرض بروجريسيف العلاجات بتاعته يعني زي ما قالت في القصة أنه ممكن تاخد كورتيزون ممكن يعمله بلازما فارسز عشان الانتيبودز اللي بتتكون ممكن يشيله كورتيزون ده بشا كورتيزون ده ليه تأثير نفسي غير العضوي أنا جربت الكورتيزون بشا يعمل اكتئاب طبعا يعمل اكتئاب؟ طبعا الكورتيزون من الهربونات اللي بتعمل اكتئاب بسبب التخن اللي بيعمله وبسبب النفحة اللي بيبقى فيها لا لا ده اكتئاب تاني ده ده رهيب ده اكتئاب باعة تلفزيون انت مش راه أنا كنت في حتة تانية خالص ده يحسب التخن ده لناس زي سيلي كده ناس مهتمة بنفسها لكن هو بيعمل اكتئاب لوحده حتى لو انتش بشتماية بشكلك هو بيعمل اكتئاب لأنه الكورتيزون ليه تأثير سلبي على المزاج يعني هو عشان كده مشهور عندنا حاجة اسمها اللي بنسميه الاكتئاب السودوي ايه بقى الاكتئاب السودوي ده الناس تصحى من النوم تصحى من النوم مزاجها زي الزفت عشان الكورتيزول الكورتيزول بقى اللي هو جسمنا بيطلع عاية للصبح وبيبدأ يقل مع الوقت فهم يصحوا مزاجهم زي الزفت وبعدين مع الوقت ياخدوا وقت عبالما الكورتيزول ليفل يقل فيبدأ مزاجهم يبقى ايه كويس وعلى فكرة ناس كتيرة كده يا اخوي يعني الناس بتقولك اصابي لك اول ساعتين منه اوه مصحة مصحة اوه مقاريف حاش تكلم معايا ايوه يعني ساعة محاش تكلم معايا سجيري مش عارف ايه الكورتيزول ليفل عالي لأ واصحة محاش لو انت قلت لك ايه حاجة لا بالزبط كده محاش بفكر يتكلمني اوه مصحة تخيالي بقى انت كده طول اليوم لانك بتاخد كورتيزول ثلاث مرات في يوم فانتي عادة بنفس الحالة طول اليوم يعني هو فعرفيني يكلموك امتى يعني انا فعلا كليه عزري هو اه اه طبعا طبعا يعني انا عدت خمس سنين على الكورتيزول فده لا ده 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 حوار اه 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 ده غير بقى قصة بتاعت التقن اللي انت تتكلم معي طب والبيلز هي 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 زي الحؤن اه بس هو الفرق انه الحؤن ده بيبقى مش حؤن احنا يعني الحؤن تأثيرها ممتد والبيلز تأثيرها يومي احنا بقى بتوع الميسينيا بنعملهم حاجة تانية خالص ده بياخدوا خمس ايام بيعلقوا كورتيزون بيعلقوا كورتيزون في المستشفى زي المحليل زي المحليل كده برفعليك فهماني خمس ايام على الاقل لحد ما تبدأ تتحسن وبعدين تخرج وبعدين تقضي لها شهرين تلاتة كويزة انت رجع تعلق تاني فهماني فاحنا عندنا ايه مشكلة ان الموضوع دوري فهي قصة فعلا طب هو البيبي بيتأثر فعلا زي ما الدكتور قلت لها اه مش قوي مش دايما بيحصل حاجة اسمها نيونيتا المايسينيا يعني ممكن الطفل يتولد عنده مايسينيا بس لو تعالج منه هو طفل يخفه بقى زي الفل وما يتكرارش يعني ما لاش اي حاجة في الاطفال لا يحصل انه الولد يبقى عنده نيونيتا المايسينيا بس لو تعالج وهو طفل لسه رضيع يخفه والامور تبقى كويزة بعد الحالات بقى الموضوع بيبقى مكمل في الاطفال ودي حالات نادرة اوي تمام المشكلة الكبيرة ان هي مع الوقت ممكن عضلات التنفس تتأثر التنفس بتاعنا في عضلات هي المسؤولة عن التنفس بتاعنا فالعضلات دي لما تتأثر هي تنفسها ايه هيوقف فيحطوها على جهاز تنفس صناعي خش بقى رعاية اللي هو المريض نفسه اللي عنده مايسينيا وحتى لو الاطفال الاطفال ما انا بقولك الاطفال خلاص احنا عدينا كسة الاطفال لا انا احنا مش هنعديها دي خلاص لان انا بعد اللي حماتها قالته ده ده انا عندي اشو عندي قصة ومشكلة هي قالتلك هي قالتلك راح تسألت الدكتورة والدكتورة قالت لها لا اما تقلقيش الاطفال بيعدهم بس التاني قالها ايه قالها انت طلعتي يعني مرتش تقوليلي وبتهوني علي والمارد اصعب من كده بكتير هو كلام الدكتورة صح ان هو الاطفال اغلبهم لو تعالج وهو صغير بيخفوا الموضوع انتهى بالنسبة له حالات نادرة اوي اللي الموضوع بيكمل معاها فكلام الدكتورة كان صح فكلام حماتها ده انه العيال هيطلع عندهم ومش هيطلع عندهم لا ده مش صح موسيقى